موسيقى او تلميزي بقلن راي عالي بي سيبير عن شو بك تحكي اليوم اليوم قلت لنكتار عن داود باشا عربية تبقى مشو خاص الأكل بـ يعني الأكلة الليبنانية المشهورة يعني معروفة فيه علاقة كتير كبيرة ياله هي داود باشا هو شخصية سياسية أرمانية حكمت لبنان من 1861 ل 1868 نعم هوا سبع سنين شخصية مميزة هالقا منحكي عنا بس شو علقتها بأكل داود باشا وتحكم لبنان هالأكل هي مصرية مش لبنانية نحنا جمناها من مصر وأكيد فيه نحنا تبادل حضارة بينه وبين مصر طبعا أمور مشتركة الطباخ طبع داود باشا بدار الأمار كان يعمل له هالأكل كتير لدرجة قدمة طيبة صار يطلبها كل يوم برضو ما تسمت عا اسمه تسمت عا اسمه وقت مرى الطباخ طبعه غلط بالمعايير طبعه طلعت لا تتاكل مرة من هالمرات أمور بيحبسو اف هالأد لهالدرجة مرة وجل من الله يفتع وشمعان منه يعني كل يوم حالا بييكل يعني قدي نفسه الوحاب تكون بحب أكله لكل يوم ييكلها مرة غلط طلب يعقابه وحبسو من وقته صاروا الطباخين اللي صاروا يدخلوا إياها يكونوا على حذر يقولوا اليوم عنا طفقة داود باشا ونطلق التسمية إنما هي أكل مصرية نحن منعف أنه تبوأ مناصب مهمة خارج لبنان ولكن كيف يوصل للبنان والدرجة ليوصل لهالمنصب الرفيع جدا مضبوط هو هو شخصية مرموقة بالسلطة العثمانية صحيح أنه أرمني إنما عثماني يعني وكان بفترة دراسته ذاكي كتير كان يوجد خمس لغات بطلاقة تعلم بأزمير بالمدرسة الفرنسوية وراع على فيينا تعلم بالجامعة الفرنسوية ومن زمان كانت الجامعة الفرنسوية كيف تنقول هلأ أو بي مثلا أو أو دي بالإمارات هم نقول كان الجامعة الفرنسوية هو أبدع بالجامعة رجع على إسطنبول على العاصمة يعني الأسيتانا بوأ مناصب مهمة بوزارة الخارجية نعم بعتوه على فيينا وبعتوه على برلين بعمر التسعة وعشرين سنة شاب بعده صار مترجم بالسفارة يعني شغلة كتير مهمة سنة 1861 وقتا عملونا الدول الأوروبية مع السلطة العثمانية نظام خاص فينا نحنا المعترين عملونا نظام بدون لا رأي لنا فيه ما لنا رأي يعني اللي بيقرأ تاريخ بيشوف عم بيحطونا نظام للبنان دستور لبنان ورئيسة لبنان بدون ما فيه ولا حضور للبنان بان نفس الشي هلأ شو تغير شو بيبكي يعني لأنا في الشديد التاريخ بعيد نفس نحنا نقول بيتشابة لحسن حزده وباشا كان هو من نصيبه المركز الجديد متصرف لجبل لبنان نحنا استقبلنا هالمتصرف الجديد بأي نفسية يعني كيف تقبلونا اللي بني نحنا في شغلة كنا طلعين من كتيل شرس بين الدروز الموارنة نعم 11 ألف أتيل مئسات آلاف المهجرين وكذا تنذكروا لتنعاد آمين إجا المتصرف الدروز استقبلوه اعتبروا أنه هاي ضربة للموارنة لأنه لهم عمرهم إيمارة جبل لبنان تحت سلطة الموارنة نبعا الأرتوديكس مبسطوا فيه مع أنه هو أرمن كاتوليك بس مبسطوا فيه الأرتوديكس لأنه مشمروني نعم كمان الكاتوليك مبسطوا فيه يقول للموارنة الموارنة أخذوا موقف منه بس ما قدروا يشابهو كان على رأس الموارنة يوسف بكرام الشهير أكيد شي مرة من يتحدث عنه واجه داود باشا بس ما قدر لأن الدول الكبرى كانت دعمته مع داود باشا حتى الفرنسيين تدخلوا أكتر من مرة مع البترك ومع ضد يعني ضد البترك وضد يوسف بكرام قالوا له هذا مع داود باشا من قبلنا مع داود باشا ووعد جرب بقى تهجم عليه عسكريا لأن ساركازها معركة هو اللي خليه يروح برات لبنان هو اللي نفيه مع الفرنسيين نفيه ومائب بإيطاليا صوروا لأي درجة بتدخلوا الدول الكبرى بالدول الصغرى ومصلحتهم نفوه لبرتهم مات بره يوسف بكر ومن هالمنطلق ثبت حضوره داود باشا بجبل لبنان أو بمتصرفي جبل لبنان نعم شو هي أهم الإنجازات التي قام فيها داود باشا في لبنان ما تتخيلوا أنه فينا نسمي تسميه يمكن مبالغ فيها مؤسس لبنان لدولة لبنان الحديثة نعم ليش؟ أول شي استلم لبنان مخرب بعد اقتتال شرس شق الطرقات الشسورة هو العمراء نعم عمل انتخابات أول مرة حدا بيعمل انتخابات مظبوطة نعم زبط الأقضية والمحافظات ما كانت موجودة نعم نعم نزم القضاء صار فيه قضاء مش متل قبل شايف القضاء بكل ضائعة شايف القبيلة هو بيقرر بهال المعنى والمالية والضرايق نزم المالية عمل الضريبة المظبوطة حصل السكان ما كان موجود إحصاء سكان يبعد الإحصاء لإسطنبول كيف ترك لبنان على السريع دكتور عماد لأنه بعد عندنا سؤال لك يلا هو قدم حب لبنان وحب الشعب اللبناني ولولموارنة كانوا مش قراب منه طلب من السلطة العثمانية قدم حب لبنان توسيع لبنان ليضم أراضي زراعية يعني بد البقاع بدي صيدة بدي جنوب بدي جزء من الشمال يعني لبنان الحالي هو أول من طرح الفكرة وأصرع طلبه قالوا له السلطة العثمانية داود باشا ولكن لديء الوقت بدنا نتهز الفرس أنا أسألك سؤال مهم اللي هو بكرة خميس السكارة خارج داود باشا هو ضائق خارج هالإطار ولكن لأنه بكرة مش رح نكون تكون معنا بدنا نتهز لحتى نعرف ليه بيسموه خميس السكارة بالسين هل هو مضبوط خميس السكارة ولا هو شيء لا لا لفظة لفظة غلط من واحد لواحد ما هي دائما بتصير كيف تسمية الضيع أو تسمية العيال عمرور الزمن ومن واحد لواحد بتصير تنلافة ظلط هي خميس الزكرة الزكرة المسيحية طول عمرهم يعيدوا أو يتذكروا أمواتهم قبل الصوم ويزوروا حتى المقابر ويصلولهم للأموات لضحايا المسيحيين من هالمنطلق كان خميس دائما قبل الصوم يتذكروا أمواتهم إنما مع تكرار الوقت طول الوقت تصير تسمى خميس الزكرة لأنه لازم يأكلوا كتير قبل فترة لتسبق الصوم بس ليال خميس مش السبت ولا الجمعة معنا نعرف أنه لأحد المرفع يعني منأكل قبل ولكن بكرة بيصير الطاولة ويصير الزكرة الزفر كمان عبر التاريخ السكرة هي كانت الأكل والزفر كان خميس جمعة ثبت بس أكيد مع الوقت كتير واحد يأكل خميس جمعة ثبت وأحد المرفع اختصروا مع الوقت بالخميس لأنه مسائب أنه خميس الزكرة لأموال مشان من هالمنطلق صارت بس الخميس بس طول عمرهم كانوا المسيحية يحتفلوا قبل الصوم بخميس جمعة ثبت دكتور عماد برد متشكر حضورك معنا شكرا على المعلمات القيم اللي قدمت لنا ياها وصوم مبارك أكيدا لك ولك المشاهدين اللي عم يتابعونا ياها اللي عم يتابعونا ترجمة نانسي قنقر